اشتركوا في القناة على أن ذلك في شمال الأرض وذلك أن هذا الموطن لا يوجد فيه شروق للشمس ولا غروب لها وهذا لأنها لا تغيب عنهم قال فلما وصل إلى ذلك المكان وجد من دونهما يعني من دون السدين قوما وجماعة لا يكادون يفقهون قولا كأن عندهم لغة أخرى يتكلمون بها ومن ثم تلك اللغة مغايرة للغة التي يتكلم بها التي يتكلم بهذه القرنين فلكن بينهما أشياء مشتركة كثيرة ولذا قال لا يكادون يفقهون قولا أن يمكن أنهم لا يفهمون بعض أقوالهم وألفاظهم وحينئذ طلبوا من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين من وراء هذين السدين حاجزا فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم يمفسدون في الأرض إن من شانهم أن يزيلوا الخير والصلاح من الأرض والإفساد قد يكون بإفساد أمور الآخرة وقد يكون بإفساد أمور الدنيا فحينئذ طلبوا من ذي القرنين أن يجعل لهم خرجا فقالوا فهل نجعل لك خرجا أي نعطيك أجرة نقوم بدفعها لك على أن تجعل وتضع بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا وجدارا يحجزهم عننا وحينئذ تعفف ذو القرنين عن أن يأخذ منهم الأجرة وحقق لهم مطلوبهم بدون أجرة فقال ما مكنني فيه ربي خير أي ما أعطاني الله جل وعلا من القدرات والإمكانيات فإني سأبذله معكم في وضع هذا السد بينكم وبين يأجوج ومأجوج مما يكون خيرا لكم يبعد عنكم أذاهم وإفسادهم وحينئذ طلب منهم أن يعينوه بقوة أي يساعدوه بقوة وذلك في النفخ في النار من أجل أن يبني هذا السد فقال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي أضع حاجزا يحجز بينكم وبين هؤلاء القوم المفسدين الذين تخشون من إفسادهم فطلب منهم أن يحضر عقد الحديد وزبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفخوا فطلب منهم أن يحضروا له أن يحضروا له شيئا من الأمور التي تعينه على القيام ببناء ذلك السد فقد طلبوا من السد بأجرة وخراج ولكنه تقرب إلى الله جل وعلا بأن يبني هذا الحاجز وقال ردم أي حاجزا حصين والردم أكبر من السد وأقوى منه وزبر الحديد أي القطع التي تكون في الحديد وقال في هذه الآيات آتني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين أصبح ما بين الجبلين متساوية حينئذ قال لهم انفخوا وفطلب منهم أن ينفخوا في ذلك الجانب وأمرهم أن ياتوا بالنحاس المذاب أو الرصاص من أجل أن يكون سدا يسد بينهم وبين يأجوج ومأجوج حتى إذا جعله نارا فأحرق النحاس وأذابه حينئذ جعله حاجزا يحجز بين يأجوج ومأجوج حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فبنى لهم بنا لهم ذلك الحاجز العظيم الذي كان من أسباب امتناع وصول يأجوج ومأجوج إليهم وذلك أن هذا الحاجز من النحاس ونحوه يمنعهم قال تعالى فما اصطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يعني أن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يعلوا على ذلك السد وأن يتجاوزوه وهكذا لم يستطيعوا خرقا لذلك السد فيتمكنون من مجاوزته ولذا قال تعالى قال هذا رحمة من ربي أي أن هذا العمل الذي قمت به من بناء هذا الحاجز والردم والسد العظيم إنما هو فضل من الله جل وعلا رحمني به ورحمكم به ولكن هذا الحاجز في يوم من الأيام سيسقط وذلك في آخر الزمان ويكون هذا من أسباب تسلط يأجوج ومأجوج على من في الأرض قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أي إذا جاء الميقات المعوعود والزمان المذكور المعروف عند الله جل وعلا في آخر الزمان جعل الله تعالى ذلك السد دكا أي متساويا مع الأرض وكان وعد ربي حقا فإن وعد الله جل وعلا لا يمكن أن يتخلف